ومر على العراق عام تزينت أبوابه استقبالاً له بفينيسيا الشرق فكانت البصرة مفتاح 2023 الذي أعاد العراق إلى حضنه الخليجي وحمل في تعاقب شهوره إنجازاً برلمانياً وحكومياً بإقرار موازنة تاريخية ثلاثية والتي بلغت 145 مليار دولار شاهد العراقيون أخيراً بداية نهضة كان عنوانها إطلاق مشروع التنمية ليخطو رئيس الحكومة نحو مشاريع الجسور والشوارع ولا طالما اعتاد العراق على سردية الجدلية السياسية بين مكوناته إلا أن الطريقة استمرت في التوجه نحو عمل الحكومة على تحقيق وعودها ولا يمكن أن تحل المشكلات جميعها فهذا ضرب من الخيال ف43 مليون نسمة مثقلون بتراكمات الفساد الذي بدأت معركة الحرب ضده بالقبض على متهمي سرقة القرن فسكان البلاد إذن نقلوا معهم أمنيات أعوام ماضية إلى عام جديد بالقضاء على الفساد المتجذل في مفاصل كثيرة فساد كان ينغص حياة العراقي رغم تمرير إنجازات مهمة على صعود كثيرة والدخول في تفاصيل العام الذي يقفل أبوابه راحلا كان إنجاز 450 مدرسة جديدة في عموم أنحاء البلاد خبرا جميلا لكن أزمة نقص الكتب لم تجعل المشهد التعليمي جميلا بالعلامة الكاملة وللفقر جيش يبلغ تعداده نحو أشرة ملايين نسمة كما للبطالة نسبة مؤلمة تبلغ نحو 16% بحسب شبكة BNN ليتربع العراق على مرتبة ثالث أعلى معدل بطالة على مستوى العالم وبسبب الفقر ولأول مرة يتم شمول مليوني أسرة في الرعاية الاجتماعية أطلقت حملة مكافحة المحتوى الهابط والتي أحدثت الجدل والجدل عنوان يترافق مع شدة قضايا البلاد تماما كما فعل في انتظار وترقب العراقيين بإنجاز الحكومة وعودها بعام لا مشكلة للكهرباء فيها وكانت اتفاقية شركة سيمينز مفتاح تفاؤل كما هي مدينة الجواهر لحل مشكلة أزمة السكن وكذلك دراسة إنشاء 36 سدا للمياه قطع السوداني سيرا على الأقدام جسرا للمشاتي في بغداد وتحت اسم جسر الحرية أطلق الرجل وعوده بعام جديد تكون فيها الحرية بداية شوارع وجسور لفك اختناقات مررية لكن الحرية التي يحلم بها معتقلون بالألاف بانتظار إقرار لقانون العفو العام والانتظار حليف ذو المغيبين والمفقودين ومن فقدوا في الحمدنية جاءوا في ليلة عرس فذهبوا ضحايا أكثر من مئة جثة جراء حريق أشعل قلوب الجميع حزنا على فتيل الفساد الذي يرصد فرحة الناس ليحولها إلى أحزان أحزان توجتها غزة بتداعيات من تحركوا لنصرة الأشقاء بناقلة نفط عملاق لدعم الأهالي في القطاع لكنها أزمة ألقت بظلالها على العراق بهجمات صاروخية ومواجهة فصائل مع قواعد أمريكية تلك معادلة مربكة تقول حناجر متنبئين إنها ستلقي بظلالها في العام الجديد لكن بريق أمل لامع يلوح في الأفق إذ تؤكد أن جهود حكومة السودان والجيش سيكونون بالمرصاد لمن يريد إحداث شرخ أمني أو انتهاك سيادة عراقية يدخل عام 2024 بأمنيات حصد ثمار استحقاق دستوري وتنفيذ وعود حكومية وابتسامة لا تفرق وجه جيل ينظر إلى الأمان